قلت في الجدول قلت ماتشاط الأهل المتبقية وماتشاط الزمالك المتبقية يعني الدوري ليه السبادري قوي؟ لا طبعا الدوري السبادري ما حدش يقدر ينكر ان الدوري السبادري انت بتتكلم على جزئيات صغيرة في المباراة او في البطولة الدوري او في الموسم انت حس ان انت يعني هذه الوقت كنت بتتكلم ان كل الناس تتحمل المسؤولية طيب انا شايف ان فيه تقصير جوه الملعب الملعب نفسه اللي فيه تأثير يعني مش محاولين الملعب لا انا شايف من ملعب جوه مجموعة من اللعيبة من مين يا كابتب؟ اه انت مش تقدر تقول لي اسماء صح؟ لا 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 هقولك اسماء طيب ما تقول لي انا بسراح طب اتفضل بص انت بتتكلم على الشغل الفني بلا الشغل ايه اي حاجة برد اول حاجة لان انا كانت في موطة خطيرة جدا ولا يصح ان تكون موجودة جوة النادلات بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا بمعندد دايما نسب الفرس كلها أقل من 30% 30% بحث الهداف دي 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 ظاهرة عمرها معدد في التاريخ النادل الاهدي ان انا المجمع انت بتلعب فيه 7-8 ملعب تحت رأس الحربة وبيرنبين ما فيهم رأس الحربة لسببهم الايلة لسببهم الايلة طب انا فرقة نبرة واحد وعشرة ونبرة واحد وعشرة هي احراز الاهداف يعني انا ببدأ الاول ان انا هاجم ما ببدأش ان انا اهدافة طب انت دلوقتي كمان ما عندك مشكلة ان انت كميزة النادل الاهدي ان هو بيجيب هدافة وبيدافع كواس بيدافع كواس من الرباعي الامامي الرباعي الامامي دا انا شايف ان همه النهاردة حتى في كذا كرة تجابت احمد فتحي متساب واحد على واحد على كينو وهم ما يصحش الكلام دا جنة الاولاني الراجل ماشي بالعرض براحته عمال يعمل واحد اتنين واحد على ستة لعيبة وماشي في نص الملعب وعمل غتب مراحت لكينو لوحده يعني الشكل الدفاعي وانا اتكلمت على الاسبوع الفترة لما كنا مع بعض قلتلك في مشكلة في تنظيم النادل الاهدي بقى فيه صربعة في الناحة الدفاعية كفرقة بقى فيه صربعة في الناحة الدفاعية وفيه صربعة كمان في الناحة لجميع اللي انا بقى اللي انا اللي انا يمكن مزعاني بس او اللي مخلي الامور بالنسبة لي ممكن تدهيني او ان رد الفعل ما بقاش رد فعل اداء يعني مثلا ايه انت كنت بتتغلب يعني انا يعني احنا خسرنا الدوري مثلا خسرنا الدوري لجينا تاني يوم شتمنا اشتيمة جمدة جدا من جمهور الجمهور هنا شجع اللعيبة وحياه خدوا دعم ممكن اهاب نوع عليها في الاول اللعبة خدت دعم في توقيتك هو صعب جدا صعب جدا ان اي حد فاصل يوم دعم تخسرها من خمسة ورجع من الهزيمة وهتلعب على طولة وخدت دعم كبير جدا عشان المطش ده فمنفعش انتها في مطش ده هل كان فيه دغوط في مطش انت بص دعيب الاهلي اللي متحملش الضغوط ما لعبش في مطش ما هو انا جايبك هشتتحمل الضغوط على فكرة يعني انت لازم تبع عارف ان انت بنت كسبان خمسة ستة انت في ضغوط بره يعني مش هتعدي عليك فترة مش هتحس بالضغوط دي او مش هتتحطي تحت الضغط او مش كمان هتبقى معرض ان انت اي وقت في المورا على فكر انا بكلمش دغوط جورة بس دغت دغت الملعب ودغت خارج الملعب ودغت الزبعيلك ودغت ادارة ودغت جماهير ودغت انت شايف ان فيه لعيبة النهاردة كانوا في الملعب لا يستحقون ان هم يرتدوا التشيرت الأحمر لا بص هي الفكرة مش ان اللعبة لا تستحق الارتداء التشيرت النادي الأهلي ان هي العنوان ما باش كده لا انا بقول ان الفرص اللي جات للعبة دي جوه النادي الأهلي منفعش تهدرها منفعش تضيع منفعش تضيع يعني منفعش ان انت تقولها بشياكة برضو هي هي هو لازم يقولها بشياكة لا مش كده لا بص انا عارف الاجواء جوه النادي ازاي عمل ازاي والاجواء كل ملعب جوه الملعب بالجمهير عمل ازاي اذا ما كنتش هتستفيد من كل الفرص اللي بيجيلك سواء فرص في الموضوع